اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري وإسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزى المستمعي وسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دايما إذاعة نور دبي إذن نرحب بكم في هذه الحلقة المميزة إن شاء الله والتي نحمل فيها المعلومة التي نصل بكم وإياها إلى نمط الحياة الصحي اللي ننشده للجميع طاقم البرنامج معنا وفريق العمل في الإعداد يوسف سعد في التنسيق ميرا الإخفلي صبح جلال بالخير يستاهل يستاهل وإيضا وائل قواسمة وائل قواسمة من زين الشهير بوائل زعتر معنا في الأخراج وكل التحية لدكتورة نادر ملي صبح جلال بالخير يا صباح الورد يا صباح الجمال يا صباح الثلاثاء الجميل الثلاثاء يوم جميل لأننا نبعيد عن زحمة الأحد وعن ربشة الخميس نذكرك برقام التواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006 مثل ما تعودتوا دائما نقول إذا عندكم سؤال طبي استشارة حابين تأخذونها تواصلوا معنا من بداية البرنامج عشان يكون فيه وقت يعني نعطيكم الإجابة الكافية والوافية وخصوص الأسئلة فيه أسئلة محمود رد دائما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي استغلوا برنامج صحة وسعادة طرشها الأسئلة لنا عشان نعطيكم الإجابة الصحيحة أو نحولكم على الشخص اللي عنده إجابة صحيحة وكافية لسؤالكم ما يكون فيه إفتاءات في السؤال طيب نبتدي بدراستنا اليوم حيث ابتكر طباة في الولايات المتحدة خيوط نانو خاصة قادرة على إزالة لويحات الكورسرول من الشرايين ويقول نيل منسو كهاني من جامعة نورث ويرسن في شيكاغو يمكن كبح التطور تصلب الشرايين بمساعدة الستاتينات وأدوية أخرى تخفض تركيز الكورسرول السيئة في الدم ولكن من جانب آخر بيّنت التجارب أن الستاتينات ليست قادرة على إزالة الأعراض القديمة للمرض أما الخيوط التي ابتكرناها فهي قادرة على حل هذه المشكلة كيف؟ اختبر العلماء هذا الدواء على فئران مخبرية سبق أن أزيل من جسمها الجين LXR المسؤول عن معالجة الكورسرول وعند أطعام هذه الفئران مواد غذائية دهنية فإن أصابتها بتصلب الشرايين تظهر سريعا وتموت بسبب انسداد الشرايين لكن الاختبار أظهر أن جرعة صغيرة من دواء الخيط البروتيني شو سوى؟ خفضت الكورسرول في الشرايين الفئران خلال فترة من ثمانة سابع بنسبة 11.9% ويأمل العلماء أن تبدأ قريباً الاختبارات السريرية للدواء الذي ابتكروا مع أنهم يؤكدون على أن هذا الدواء لن يظهر قريباً في الصيدليات إلا بعد التأكد من عدم وجود آثار جانبية خطيرة على الصحة وهذا يحتاج للسنوات يعني مشكلتك عوي صوال يعني هذه الدواء حين عشان نفهم الدراسة أن هذه الدواء تشل ترسبات الكوليسترول هو خيوط النانو يشل ترسبات الكوليسترول حتى لوحد كلا أكل ديني؟ مو بنتي الدكتورة ومفروض أنت تفاهميني الدراسة لا الدراسة يعني يعني تمغينيني أنا فهمت الدراسة أنت قاعدت تقرأ الدراسة أنا قرأ لتانه ريال إعلامي أي أقرأ واطرح ما آخر ما توصلت إليه الدراسات الطبية تعليقة أنت شو؟ والله وجود مو مقتنعة شكلت لا يعني هل أنا يعني بطلع مادري فعاليته أول شيء طبعاً فعاليته ما نحفل بس أتوقع لما يطلع ما رح يقولون والله إكلل أنت تباهم دهون وما سيترسب خيوط النانو رح يتعالجها أتوقع لا أتوقع أنه يعني رح يقولك حافظ على نمط حياة صحي لا لا هو قال هنا ترى قالك ما بيزيل الأعراض القديمة الأشياء الجديدة هي لكنها قادرة على حل هذه المشكلة ممكن أوكي مع هذا يحافظ على نمط حياة صحي لأن الناس تفرح وتقول هاي بهي دوا ناكل النباة يعني السمن على الهريس هذا نورث ورسترون نورث ورسترون قال شيكاغو هو قال جامعة ما بهو قال هي جامعة أي جامعة هاي شكبرها؟ أنت يا سيد شككين في الدراسة مالاتهم؟ لا مو أشكك في الدراسة محمود يعني أن الدراسة إذا إن شاء الله الدوا نطرح في الأسواق نأمل طبعا أن يكون في دوا مثل هذا يطرح في الأسواق إن شاء الله يا رب ويشل ترسبات الكوليسترول لتأدي الجلطات وغيرها لكن أنا أتمنى لما ينزل ما يكون معي يعني رسالة توعوية أن حافظ على نمط حياة صحي يعني حاسف أكلب وخذ الدواق أي ليش أنت توصل لهذا المستوى صح ليش توصل مسوى أنك تتاخذ أدوية وعقاقية بعد نمط الحياة الصحي للأسف أننا في ضعف شوية في التزام بنمط حياة شوفوا لما نقول إحنا النمط حياة الصحي في كثير من الناس يهاجون إلى الطباء يقولون دكتوريا أنت ما شاء نمط حياة الصحي وإذا النمط حياة الصحي معنا ما أكل لا أكل لأنت تبع حتى أستاذة وفا عايش كل ما تيه في البرنامج أنا أسأله هل لم تنعن أكل معين تقول كله كل أنواع الأكل ولكن بالتزام مثلاً نحن بيه رمضان صح تبو أنت أكلون الهريس يتبع مو لازم نتخل الهريس يسبح في السمن يستوي سمن بالهريس مو هريس بالسمن يعني ما تنبال الهريس من كثر السمن إلى فوقها مسحة خفيفة وملاس هريس واحدة يعني من العقة كبيرة من الهريس تكفي أما الصحن كبير وما تعرف أو حرارة ما تعرف أنتش كثر كلتي والله من سعرات حرارية في الهريس هذه كارثة وقال ليضحك علي تسبح في السمن لا محمود هتشوفش يستوي أحياناً يمتروح بعض العزام في رمضان فهنا الهريس يسبح يعني هو دليل على الكرم أنا فاهمه ولكن كرم أيام أول الحين يودي الكوليسترول والسكري طيب الحين الدكتور أحياناً نشوف ناس أضعاف وهذا لكن الكوليسترول عالي عندهم بالضبط صح بالعاكد الكوليسترول العالي أكثر في الناس الضعيفة ليس الناس المربربة يعني شوية سبحان الله في عندهم شايف عميت تعامل مع الكوليسترول في جسمهم وبعد اكتشفوا إن كثير من الناس الضعاف لأنهم ضعاف مو بكمية الأكل يأكلونها جودة الأكل عندهم ضعيفة ما يأكلون خضر وايد ما يأكلون فواكه وايد ما يأكلون فواكه وايد أكلهم فاس فود فيه مننا وايد فعشان شي فيجمع بس إن حاسب على كمية الأكل الناكلة ولكن أكلوا كل ما تحبون كل ما تشتهون ولكن بكميات قليلة الأسلم دايماً حط لك صحن وحط الكمية اللي تبقى فيها الصحن تقيس كمية تتاكلها أما من حرارة أو صحن مشترك أنت ما تقيس كمية السعرات الحرارية وبالتالي خلص رمضان وأنتم يعني أوزانكم زادت حالات الأكل شي يوم من من حرارة من حرارة الكل شي يحط يديه وياكل من كل صوب يا سلام لا 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 محمود سلام حمود بس أنا هذا ما أقدر لا لا حطوا شي والدهنتي بين الصبوع و يا سلام هاي عقب تقولون تزاد عندنا الكولسترون كلوا ما علي ولكن في ناس يقدر يعني في ناس أنا عارفهم يقدرون يمسكون نفسهم يعني يكلوا شوي خلص قالوا اكتفيت لكن إن مشكلة الصحون الكبير محمود أنت ما تقيس كم كلت ما تعرف أنت هالكلت صحن صحنين ثلاث ما تعرف كمية تكلت فيها كيف يبين ترك لو أحد جدا وين يبين 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 وين اش كثير غاص الحفرة سلام عليكم صباحكم الله بالخير الله يعطيكم العافية والصحة على هالبرنامج الطيب السفسار هل تنصحون الرياضة في رمضان قبل الفطور وشكرا لكم سؤال مهم لحظة نقول طبعا نحن ما نبتدي من باتشر ما نخصص حلقاتنا بتكون لكل السفسارات الخاصة برمضان نجاوب على هذا السؤال إن شاء الله الحين ولكن حتى من باتشر ما نبتدي معاكم بعد كذلك مسابقات إن شاء الله إذا كان باتشر أول يوم رمضان أو يوم الخميس منخبركم شو هي المسابقة وشو الجوائز اللي بتكون معنا الله نحب المسابقات نجاوب هما هما اللي بيحصلون جنزة أدري أنت ما وتحصلين شي أدري بس أحب المسابقات أحب المسابقات زين قبل الفطور ولا بعد الفطور أيوة الناس اللي لا يعانون من مشاكل صحية بالأخص السكري ممكن يمارسون الرياضة قبل الفطور بساعتين لكن الناس اللي عندهم سكري خصوصا بعد الفطور ليش؟ لأننا خاف من انخفاض السكري في الجسم طبعا يا جماعة للناس اللي يسألون عن الرياضة في بداية أول أسبوع من رمضان يفضل أنكم ما تضغطون على نفسكم بالرياضة قبل الفطور لأن أرددي واحد يكون تعبان ومم متعود وممكن يصيبك هبوط وممكن يغمى عليك أو غيرها فخففهم في أول أسبوع بعد أول أسبوع تلاقي جسمك يتعود على الصيام ما يكون عندك الجوع والعطاش هذا بالإضافة الناس اللي بتمارس الرياضة قبل الفطور تحرص أن تأخذ السحور زين يعني في ناس ما تتسحر تنام مثلي مثلا ما السحر أنام فثاني يوم ما يكون فيه طاقة عندك لين وقت الفطور هيا والله رمضان ما سحر نوم ليش؟ النوم يغلبني في رمضان ما أقدر تسحروا في السحور بركة هيا أحاول أصحر السحور ولكن للأسف ما يصادف يعني بس رمضان إن شاء الله إن شاء الله نحاول نغير هل تصلي الفير ولا ما تصلي؟ نصلي بس أكون خلص يعني أذن أذن؟ يعني تيمي عمرتش عشر دقائق ربع ساعة قبل الأذان شيطان يعني شيطاني بس على الأذان فالسحرة وعدل عشان نسوون رياضة قبل الفطور غير هذا بعد الفطور بساعتين بشرط طبعا ما تكون كثيرين طبعا على الفطور أنا السحور شي مقدس لازم يعني إذا ما تسحرت مشكلة الزين والله وفطورك كيف؟ فطوري ما أعاكل وايد والله الفطور الخفيف وايد خفيف لين صلاة التراويح تتعشى يعني مبعشة ووجبة ممتاز ووجبة بس السحور لازم وتتسحر متأخر؟ يعني بس على الله والسحور شو أخذ؟ موز مزين في مشروب يعني أشربها هذا من الأملاح وكذا يعوض الأملاح في الماي مزين ويمكن ست سبع تمرات ماشاء الله ممتاز مزين روب إذا كان عندي مجال كلت فول يا السلام إذا في مجال الفول يشبع ترى طول اليوم ما تحسب اليوم مزين ولكن هذا يعني بشكل عام وسبحان الله أنا رمضان يعني ما يطف علي إلا أنا أربعة خمسة كيلو نازل نظامك صحي لأنه محمود عشانتي فالتزموا نشوفوا نظام محمود كيف وإن شاء الله كي تخلي رمضان مني بعد أخصة إن تغذية تكلمون عن الأكل الصحي فرمضان أنا نصيحتي وزنوا قبل رمضان ووزنوا آخر يوم في رمضان ودخلوا تحدي مع أنفسكم ومع الناس اللي حواليكم أحنا الحرمو لازم نوزن محمود فستان العيد هو الفيصل لا ترى أنت شو سوين توزنين عشان تعرفين كم نزلتي كم هذا عموما ما نطلع فاصل وبعد الفاصل ما نجاوب على إبر الكورتزون للثعلبة في رساليتنا فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعيني الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة أرقام التواصل معنا على 600551414 والرسائل النصية على 4006 اتصلوا فينا الحين لأن مكالمات آخر البرنامج هذه ما بتفيدنا وايد يعني منحاول أن نختصر فيها ومنحاول أن نقولكم يعني سامحونا على الوقت وشذا طيب كان في سؤال قبل الفاصل دكتورة السلام عليكم هناك اعتقاد أن استخدام إبر الكورتزون للثعلبة قد يكون له أثر رجعي على المدى البعيد على زيادة رقعة فقدان الشعر فما صحة هذا الموضوع حسب معرفتي أنا البسيطة بالموضوع أتوقع أنه ما لخص لأنه جرع الكورتزون التي تستخدم العلاج الثعلب تكون مدروسة ولكن هالرأي الأول الأخير ما يكون لي كل طبيب الجلدية فإن شاء الله بسأل دكتور أنور الحمادي وبرجع لكم إن شاء الله بالجواب غداً نتأكد أمية بالمية كان خبرتني كانت تصلت فيه أنا الحين لو أدرني ما عندك عندنا عيادة دكتور أنور أنا بكلمة حين قبل شوي تجربة من عندي أنا الخاصة فيني ثوم لا محمود لا تقول الثوم الله يخليك صدقيني صدقيني تجربة شخصية دكتور أنا أروح يقول لها تقول الثوم صدقيني تجربة شخصية منو تسوي تحط ثوم في راسك وعقوب منو بيقعد أدالك في الدوام؟ هذا موضوع ثاني كيف تستخدمون الثوم؟ خبرني كيف تستخدمون الثوم في السعلبة؟ ممكن نفيد صاحب السؤال هذا شوفي تقصينا وتحطينا وتحكينا في مكان لهذا زين؟ والعصارة مالة الثوم هاي العصارة هادي تنزل على مكان لهذا خمسة أيام، ستة أيام، عشرة أيام بالكثير هاي الشعر يبتدي يطلع وكان عندك ثعلبة فعلا؟ هاي 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 هذا وقل بعد نفس الموضوع والراسك كله ثعلبة، بصهو ثعلب هاي تجربة محمود والله هاي تجربتي الخاصة أنا جربوا زين؟ بس بعد أنا شو أقول؟ الدكتور أفهم يعني ما يستوي بعد الدكاتور بعد يعطونكم حل أسرع يعني ما يكون عندك ثعلبة، يكون عندك مشكلة ثانية؟ ممكن صح ولا؟ ممكن، لازم تتأكد من التشخيص أولا هاي زين، يصير عندي جفاف في الليد أحيانا الجفاف طبيعي يستوي عندنا، إحنا صيفا وشتان تريد شراب ماي شراب ماي، واستخدم الكريمات المرطبة وكريمات الوقاية من الشمس إحنا وايد ننسى لازم حق إيادنا كريم واقي من الشمس وحتى لريولنا لأن تطلع ريولنا تحت هاي زين، ناخذ أسماء وبعدين ما نكمل رسالة نصية صباح الورد أسماء؟ موجودة؟ ننزل، حاولت تتصلي فيها مرة ثانية، خلينا نكمل هنا يقول أعرف واحدة كانت تتعشى وتتريك كباب الله يتكربوها بالخير، دايما يكون معاي يشتري لها، والحين ما شاء الله واحدة مهمة في المجتمع، هل هذا كان صحي لها؟ أم كانت رغبة؟ أعتقد أنها الدكتورة حاليا ما بنتي يعني؟ أوك منوها؟ ما أعرف هاي دكتورة الحين؟ زين، كانت هي طفلة تتريك تتعشى وتتريك كباب شو المشكلة؟ يعني ما أعرف شو المشكلة في الكباب، الكباب بالحكس جدا مفيد يعني في بروتينات، في دهون حق الأطفال زين دكتورة؟ والله لو طفلة تاكل كباب، ياريت عيانة يأكلون كباب يعني كان بدل النقس هذا اللي يأكلون الكباب، وايد أفيد بالحكس الكباب زين، بس طبعا بس مو بكل يوم؟ مو بكل يوم طبعا، ولكن ترى الناس مو غدا وعشة؟ ما شاء الله ودنم هي دكتورة صارت بخير الحمد الله المهم، بس ترى الكباب يا جماعة نحاسب في دهون وايد يحطون وايد في شحم هم هم يفرمونا مع الشحم، اللحم مع الشحم فهي ستوا وايد في سعرات حرارية فنحاسب منه شوية وإذا الطفل يحب الكباب بالعكس، وايد أطفال ترى يحبون الكباب لأنه سهل المضغ فيحبونا فقدمونهم الكباب طيب، أنت تأكلين كباب؟ هيا نحب الكباب سويت نقرص؟ لا، ما تقولي نقرص النقرص محمود لو أنت أكلت اللحوم الحمراء بكميات كبيرة وكل يوم نحن دائما ننصح الناس أنه من نوعون بين اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء وفي ناس ما يعرفون أن السلمون والربيان والتوني أتبرون من اللحوم الحمراء فهذين حاسب أنه ما عندك نقرص طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب، نأخذ أسماء وبعدين نكمل على الرسالة النصية أسماء صبحت الله بالخير صبحت الله بالنور سرور ومحمود على كل المستمعين وأحب أن أبارككم بالشهر رمضان على الأبواب إن شاء الله يكون يوم الخميس، لكن نباطلهم عندها أجندة أسماء، تبقى يكون الخميس أو الأربعة أسماء دائما أي مناسبة في لها، يعني يتحرون الهلال فيها، تبغي اليوم اللي بعدها، ما تبغي نفس اليوم ليش يا أسماء؟ ما خلصنا بعدنا، تجيز أسر ومضاني آآ، عشان تشي، قلينا يا أسماء، شو عندك أخبار اليوم؟ نحن اليوم، بنقول لكم بس الأشياء، أنا بس كون إن شاء الله في الشهر الفضيل، بيكون عندنا مجموعة من الأشياء واللوح مسابقات والأفكار الجميلة منها، راح يكون عندنا مسابقتين في قنوات التواصل الاجتماعي، السابقة الأولى، بتكون السؤال يومي في برنامج الصحة وسعادة، اللي يكون بعد الفطور نحط السؤال، بيكون السؤال موجود على التلفزيون صحة وسعادة، هذا البرنامج التلفزيوني، مش برنامج إذاعتها، ما شاء الله عندنا، كم صحة وسعادة عندنا؟ صحة وسعادة عندنا، اللي بيكون في الفضيل، راح يكون في سؤال، هذا السؤال إجابة تكون فقط على الإستجرام، في الفوز اللي بنحط في السؤال، لأن بعض الأشخاص صيرون تسيبون على التواصل، وهذا نحن راح ناخذ شخص واحد من اللي بيسيبون في الإستجرام، ممتاز في فكرة ثانية، راح يكون عندنا مبادرة سنة طبختنا عليك، هي بعد و سابقة، راح نحط مقادير، لكنها بيكون في بداية كل أسبوع، يوم الأحد راح نحط مجموع عمل المقادير، وكل واحد يألف لنا الطبخة بناء فقط المقادير الموجودة، وراح نختار منهم تقريباً ماكسموم 6، ونصف تطوط للفايز بقلت شي، موظفين هيا ما يشاركون صح، ما قدر أشارك أسماء؟ لقد أقول لها بشارك، ما يستوي؟ هدايا ستكون مقدمة إن شاء الله من تيفال، ومعانا في هل المتابقة أنا ما بالهدية، بس بشارك، ما بالهدية صدقين هدية حلوة علاستوي شارك، منهم ما يبقى جدور تيفال أو تقم تيفال؟ وايدة شاء حلوة، كبيرة بعض، عنا أيضاً منتابقة الإداعة ستكون عندكم يومياً إن شاء الله، إلا تبورينا هذه، نحن ما نتكلم عنها باطل إن شاء الله وعنا أيضاً في الملاحق الملحق العربي، ملحق الملحق الملحق حسابي راح يكون في وايد نصايح للناس، نتمنى لكل يتابعنا، راح يكون عندنا هاشتاق على توسر اسمه تفكير رمضاني، راح نبكتر، نكون كمت الألارة مخصصة للناس اللي يقومون الأدوية، نبكرهم بالأشياء، ونتمنى أيضاً الناس تشارك فيه يعني أن يكتبون مثلاً إذا واحد يبقى يقدم نصيح لأي شخص يذكره، حتى لو شواءً ما كان في الصحة تفكير رمضاني، يذكر الناس بالأشياء الحلوة اللي لازم يسوّلهم، سواءً يقرون القرآن، يشربون ما يلمسه، ما ينسون يخضون أدويتهم هذه الأشياء نبقى أيضاً لنا نشارك فيه، بس نحن نكتب في الهاشتاق جميل، حسابنا بيكون 24 ساعة شغال هي، والنقلة تنسون تمرة، تمرة حصلت وايد أقبال كبير من الناس في العام الماضي، لكن هالمرة فيها مفاجئة، بيعرفونها أول يوم رمضان إن شاء الله شو المفاجئة؟ خلية تبقوا نمنوا بيكون معها عقب آخر رمضان بنقال إذا أمنوا إن شاء الله، شكراً لك يا أسماء شكراً لك يا أسماء، شكراً لك يا أسماء، شكراً جزيلاً إن شاء الله حساباتنا نشيطة جداً في رمضان لأن تبغين الصدق، يعني الناس يكونون، يعني في السابق كانوا الناس يتسمرون عند التلفزيون حلوة تسمرون أي يعني يجلسون فترات طويلة ويتسامرون كم لي؟ لا، نفسر يعني للناس المعنى يعني هم مبعارفينش يعني زي المهم الآن وسائل التواصل الاجتماعي هي أقرب للمجتمع صحيح ودائماً يعني نادر ما نحصل حد ما لعلاقة بوسائل التواصل الاجتماعي صحيح فإنحنا نحاول نوصل للجمهور من كل الأماكن بالضبط لحظة، أنا أبغى أقرأ هاي الرسالة دكتور رندا الحمدل على السلامة شو المالديف البارحة عندهم كباب فيها؟ جاوبي أنا كنت طالع مركم بارحة الصبع كنت صحة وسعادة الصبع متى سافرت المالديف لأنا كنت حاطين خلفية يديدة للشعة في مركز البرشة فكأنك في المالديف فمصورة أقول شوفوا كأني أنا عايشة حالية في المالديف خلص صحة وسعادة وسافرت المالديف فأنا كنت مالديف طبعاً أكيد كنت في الدوام يعني بعد صحة وسعادة والله أنا أحيي 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 أحييها هذي اللي تابعت ليه ما وصلت المالديف أنا ما وصلت المالديف أنا خلصت على شسم يعني محمد يقول سناباتي طويلة يعني هو قصد الجيد التبرع بالدم هني وقفت ما قدرت أكمل انزين شوفي أمفراس يعني هني شوفي ميرا خذي رقم أمفراس انزين وحطي لي يا على السيستم هناك خليني أشوف كيف ممكن أنساعدها مع مكتب الخدمات الإنسانية تقول عندها يعني حالة إن شاء الله نحاول أنساعدها فيها إن شاء الله إذا كان بالإمكان نبيلة لا تتكلمين عن موضوع خاص بالبث المباشر نحن ما لدينا علاقة صح؟ أكيد صح ما نحاولش على برنامج البث المباشر أهني أبو جاسم يقول أبو جاسم كان طرش عن الكباب والبنت آه زين السلام عليكم وعاكم السلام ورحمة الله زين ناخذ فاصل بعد الفاصل إن شاء الله نستكمل فقرات برنامجنا فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيداً صحة وسعادة أسعد الله وقاتلكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي قدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسس دبي للعلام عبر إذاعة كلهم ميزة دايماً إذاعة نور دبي طيب دكتورة خلينا نقول أرقام التواصل نبغي مشاركات من الجمهور بنفتح لهم المجال يعني إذا حد منهم يبغي تتصل على 600551414 ورسائل النصية على 4006 طيب اتصلوا فينا إلا لما عنا وقت عشان نستقبل المكالمات يقول صباح الخير دكتورة يتسمرون تعني أنهم متسمرين أي ثباتهم بواسطة المسامير حتى لا يخوزون مع تحيات محمد الموعد والسموحة والله محمد أنا شوف تحت الفاصل أنا قلت له يعني اللي قلتيك آآ مل كلها غلط ما لعلاقة بالتفسير ما للكلمة قلت له أنا بغيت أفسرهم قلت له مبهو التفسير بما أنك اضطرشت المسيج أنا قريه تتوني شكراً زين يعني المعلومة الصح زينة يعني واحدة ما يعرفها لا هما يتسمرون غير يتسمرون آآ أوكي زين زين وسائل التواصل الاجتماعي دمار وخراب والطهم الكبرى في المجتمع الإسلامي وخاصة شبكة اتصالات شبكة اتصالات ودوء زين شكراً ببرعي تشوف أنا ما فهمتني شو اللي يخصده بس يوم قرأت المسيج عقفها ببرعي وسائل التواصل الاجتماعي مثلها مثل أي تقنية موجودة عندنا في العالم سلاح ذو حدي أنت كيف تستخدمه أنت كيف تسوي أنت كيف تتعامل معه بالضبط من زين هذا هو ممكن نحسن استخدامه أو نسي استخدامه صح؟ يعني حد يصور سناب أربع ساعات يتحرر هذا وبعدين يقول لي والله أمية دقيقة ما تكفين كيف؟ أمية دقيقة الله يهديهم حد يصور سناب أربع ساعات؟ ما يستوي يا جماعة تخلص الداتا طبعاً هو قصد المحتوى المحتوى يعني ما بإنترنت عندي إنترنت البلاشة أريد أموت يعني ما يستوي تعالوا صور فهي الفكرة أن الواحد قبل ما يحط أي شيء على وسائل التواصل الفكرة اللي بي وصل الله محمود إنه مفوض يراعي المحتوى يعني ما يكون كلام فاضي كلام مفوض ما يطلع مثلاً أو ما في محتوى مهم لأن في النهاية كل حد يتشوف المحتوى اللي أنت تتحطه يعني أنت محاسب عليه فحطوا محتوى جيد مفادي قصدي يلا قول قصدك قصدي قصدي اللي يتم شغال سناب ويشغل وهذا ويصور والحين قبل كان عشر ثواني فيتعب الواحد يعني بعد فترة حين لا دوس لا ما تدق الزر خلاص روح يصور حين انسناب تشل إيدك تشل إيدك وارمس على راحتك يا الله يا رب الله يهديهم بس السلام عليكم إذا 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 سمحتم عاوز أتواصل مع الدكتورة ندى عندي سؤال خاص تصلي في الريال بعد البرنامج الدكتورة شو في شو يبغي محمد الشرقاوي يمكن موضوع يعني ما يصلح للخروج على الهواء طيب كنا نتكلم الدكتورة عن الشعر يعني هذه واحدة من المعضلات الأساسية نعم عند النساء والرجال وعند الرجال أكثر أنزين قلتيني يعني فيه وايد خرافات على وسائل التواصل الاجتماعي بما أننا نفتح لموضوع وسائل التواصل الاجتماعي حاول هذا الموضوع ومعظم الأشياء التي تينا على وسائل التواصل الاجتماعي أعيد وأكرر أي دوة أي دعاية على منتج عشبي ناترال على شسمة أدوية كذا لتاخذ من عندهم أي شيء من الآخر بوست عزة عزة واحد بيعزي جسمة حاطلة لتخفيف الوزن كذا كذا شو الزين لا بوستات العزة يعني صارت لأن يعرفون ترى تجذب الناس أنت تماتكين لما تشوف بوست حدي عزي تدخل تعزي فيحطولك تنحيف نمو شعر تبيض يعني جماعة شوي مراعاية تعال سووا بلوك حق واحد منهم يحربونك لا سبع تلاف كومنتييك على الموضوع نفسه عموما في كل أحوال الشاهد أن أي دوا أي دعاية على مواضيع معينة لا تأخذون من السوشال ميديا شيء خاصة بموضوع الأدوية والمستحضرات هذه اللي يسوونا واللي يسوو لكم عليها دعايات لأن ساعات يتصلون فينا ما نعطيكم مثلا مبلغ وقدرة يقولون مبلغ وقدرة بس حطونا هذا البوست يقول أنا استخدمت أنا استخدمت وكذا وهذا بالضبط واللي يقول خذوا البيسات خذوا البيسات فتكون المصداقية شوية ما تكون واثق منها 100% صح لموضوع مصداقية موضوع يعني كيف مخزنينا كيف بيوصلوا له كيف فدوا هل هو أصلي ما بأصلي يعني عملية حفظه كيف كانت كل هذه الأمور تدخل فيها خصوصا الخلطات محمود أنا استغربة حين الدول على الأقل في رشدة خلطة واحدة تقول لي كانت مستخدمة طرشتري تقول لي دكتورا خذ خلطة للتبيض تبيض الوجه تقول فتحت فعلا فتح ويها من وقفة الخلطة رادة تطلع في ويها بقع رمادية قلت لها صورية الخلطة الخلطة محمود لا عليها اسم بس من البعلب من الجمعية بلاستيك عليها قطة بس قلت لها أنت كيف استخدمت خلطة على ويها تشذي مذكرتيني وعيلاك كانوا يشترون في أحد الدول الخليجية أقول إن الزيت هذا مال الشعر زيت زيت يعني الزيت وخلطة يعني مسوينها آخر شي شعري هذا من الجمعية ما أدري شو زيتون قاعد يعبيه في غراش وحاط الله استيكر بعد بعد لا الحمد لله استيكر بعد يا جماعة يعني أنا أستغرب من اللي يحطون على ويهم وجسهم أشياء داخلهم مصنعش كبرى نتكلم عن الشعر دكتورة الشعر فيه وايد من الناس محمود يدورون عن العلاج بس ما يدوروا عن السبب ترى التساقط الشعر وايد لا أسباب فيه طبعا أرد أكد على التساقطه الطبيعي كلنا يتساقط شعرنا طبيعيا كل يوم كم شعره تقريبا في اليوم مية مية وخمسين شعره ظل ما متأكد من الرقم بس فيه تساقط طبيعي يستوي لما يستوي تساقط زيادة عن اللزوم يعني أنت تلاحظين صار أكثر أو صار فيه فراغات في الشعر اهني باله تدخل أول شيء الأسباب فيه كثير من الناس تهمل فيه عامل نفسي لتساقط الشعر يقول الدكتور أنا أكلي زين أسوي رياضة بس فيه عامل نفسي ترى شعرنا يتأثر نفس جسمنا في حالة التوتر الحمل الولادة الاكتئاب مسكير ريال يعني يوم يصلع لا ريال مو من الاكتئاب مو من الاكتئاب مو بعمل نفسي لا مو عامل نفسي الرجال عندهم وراثة عامل وراثة عندهم قوي ترى للتصحر هذا فالعامل النفسي مهم جدا يعني مثلا تلاقي البنات فترة الامتحانات يولا العيادة دكتور الشعر يوادي يطيح بدأ يتصلع لأنه يكون عندك عامل نفسي التوتر غير هذا نقص ويتامين دال وأنيميا الحديد يعني نقص الحديد كثير من بنات نفسهم المراهقة عندهم حديدة قليل لأنها تكون طبعا تبا تسوي دائما الرجيم ما تبا يزيد وزنها فما تأكل لا لحم ولا دياي ولا غيرها عايشة بس على الأندومي يمكن أو على السلطة عشان ما يزيد وزنها بالتالي تفقد كثير من عناصر الغذائية وأكيد بيستيون عندها تساقط وفي عامل مهم جدا الوراثة الوراثة عامل أساسي في الشعر في ناس طبيعيا شعورهم غليظة ترى توب الوراثة حتى لو ما تأكل أي شيء شعرها غليظ طبيعيا وفي ناس شعر هم في عائلتهم لو نسألهم كلهم شعورهم خفيفة فطبيعيا بيكون شعرش خفيف بعدين السؤال دامني دكتوران عندي فراغات في شعري هل هذا معناه صلع ولا شو معناه الفراغات في الشعر ممكن في عامل نفسي أو شيء في ناس تقطع شعرها ترى واجتين حالات ان خصوصا البنات ينتفون شعرهم بترة امتحانات يستيعون عندها طبع حتى يتفكر تنتف في شعرها فيستيعون عندها فراغات رقم اثنين الفطريات فيواية فطريات تنمو عندنا على فروة الراس هالفطريات السويق مثل الدوائر وفي فقدان للشعر مع حكة فهذه فطريات يبالها علاج خصوصا للمثال يروحون المسابح العامة مثلا او مثلا اماكن مثلا سكي دبي او اماكن اللي تلبسون في يونيفور معين في تلبسون لبس مالهم ممكن ينقل عدو فطرية فدائما دائما تساقط الشعر ما بقول مفرد واحد ما يهمله بس في نفس الوقت لازم تاخذ الرأي من الدكتور يعني اخذ منكم تاريخ مرضي كامل وعلى اساس انقرر هل يحتاج وفي عنصر مهم الزنك في وايد مننا ما يعرف اهمية الزنك في تساقط الشعر الزنك عندنا قليل الشعر عندنا شوية تساقط فخذوا ببساطة فيتاميندال في حصو الهيموغلوبين والحديد في الدم ومكمل غذائل هو الزنك عشان يساعد في الشعر وطبعا الاكل الصحي اساسي جدا جدا يعني ما اكون نباتية امي بالمية اكيد ما بحث اكل عناصر الغذائية يكون اكلي متوازن يساعد في تقليل تساقط الشعر محمود انت شو تدور الاصلع شو شوفي هذه يقولك مميزات الرجل الاصلع اوكي الجدية والصرامة محمود قاعد يدور هل يسمح له بالزواج صبري صبري وبعدها مرتانية بيرس جداما انا هناك عشان ما تشوف ما تشوف شو تساوين ماتتسيدطالعين شو اللي هاده انت وظيفتك دكتوره انزين وظيفتك دكتوره وتجاوبين على الاسئلة الطبية اوكي خليني أنا على وظيفتي يقول لك مميزات الرجل الأصلع في الزواج أنزين الجدية والصرامة الرجل الأصلع يظهر بمظهر أكثر رجوله وجدية وصرامة من غيره من الرجال طبعاً الرجل الأصلع يقول لك مسيطر لأن الكثيرات يفضلنا شخصية الرجل مسيطر بالإضافة إلى أن الكثير من الدراسات أثبتت أن الرجل الأصلع أكثر سيطر من غيره لذلك أن ننصحك بالارتباط من الرجل أصلع المظهر تابت الرجل أصلع ما يبدل مجهود في عنات صفيف شعره يعني كل الصبح ينشف يوني خليك يجل وكي ولازم يطلع شكله يعني هذا كل مرة على الموضة ما يركض وراء الموضة وأيضاً يعني يكون راضي مظهره دائماً ويوفر فلوس أهي فلوس الحلاقة الشعر الكريمات جل نزين فما يحتاج هذا كله وبعدين أهم شغلة عند الحرمة أنه ما يعني ما بيغثت جدام التسريحة ولا جدام ما عنده مشط حتى مشط ما عنده وأنتم كرام الحمام لا ما عنده وقت يعني نزين فأنتم تأخذين راحتك أصلاً شي شي الحرمة مخضرة حتى يعني الريالة يحصل مكان يحط فيه مشطة زي المسكين كل التسريحات والطاولات كل حق الحرمة أصلاً فلأصلاً لها مميزات يعني لازم الرجل يسوي أصلاً أنت أصلاً يعني يمكن أستوي آه عشان المظهر حتى ترى الأفلام لاحظوا الأفلام الأجنبية دائماً بين الرجل الأصلاع أنه جذاب وأنه رجل مهام الصعبة وأنه المفكر وأنه الذكي حتى فيها الأفلام اللي يتحولون كان عنده شعر يوم ستوى مفكر صار أصلاع لاحظ في الأفلام أنه يعني صار حين صار عنده حكمة أكثر فصار أصلاع ما عف ليش يعني مثل ما تدولي طبعاً أصلاع ذكي أكثر أحنا توقينا دورت على الشيء بعد لا شكراً طيب إذن نرجع نتكلم دكتورة عن بعض الأمور اللي تقينا من الصلاع أنت إنه ذكرت كيشة ما ذكرت الماء هين سينا ذكر طبعاً شرب كمية كافية من الماء طبعاً أكيد ها سؤال مهم ليش شو علاقة الماء بالشعر قلة شرب الماء يسويكم جفاف في فروة الراس بالتالي هالجفاف يسوي تساقط للشعر أكثر وفي عادة يقومون فيها كثير من النساء ما دي الدرياء اللي يسويونها ولا اللي هي تزييط الشعر كثير من البنات يقولك والله أنا أحط زيت على شعري زيت جزيز الهند أو غيرها عشان يكثف شعري بس شو الغلطة نحن نسويها نحن نترك الزيت على شعرنا لساعات طويلة في بنات ينامون في 12 ساعة 14 ساعة أن حكمة أمهاتنا القبليات كل ما حطيته أكثر كل ما صار الشعر أفضل وهذه حكمة خاطئة ليش اللي يستوي أنه لما نحط الزيت خصوصا لما يكون الزيت حار لما نحطه على راسنا فهذا يفتح لي مسام الفروة بالتالي لما انتم فتح المسام يسهل سقوط الشعر أكثر الزيت يا بنات نص ساعة فقط قبل ما تخسنين شعرج فقط ما تنامين فيه أو ثثار بعد أيام تحطينه في شعرج عشان يغلط شعرج لأن تغذية الشعر أصنعتي من داخل فيه بنات ما يستعبون لأنه فيه جنسيات معين تكثر من الزيت في شعرها ونشوف شعورهم حلوة فالبنات تقولون أنا لو كثرت زيت في شعر وحطيته في شعر يوم كامل بالشعر بيستوي جميل ما لخص هذا عندهم عامل الوراثة ترى هما في جيناتهم أنه شعورهم حلوة وطويلة وسودة وغيرها احنا ما عندنا هذا الجين قوي فوجود الزيت في شعرج أو من عدم ترى للأسف ما رح يفيد شعرج وايد لأن التغذية الشعر تي من داخل ممكن ممكن مثلا يخلي شعرج ممكن يخلي براقة أكثر ولكن غير هذا ما رح يفيد ما رح يكثف ما رح يطول ما رح يسوي أي شيء من هذا كل شي تاكلين رح يأثر على شعرج وفيه نقطة مهمة بالنسبة للبنات اللي يحبون يروحون نحن في الصيف مسابح البحر ترى شعرنا يتأثر بالأملاح الموجودة في البحر وبالكلور الموجود في المسابح نفس جسمنا يعني نحن نحب واقمة الشمس عشان نحمي نفسنا وننسى الشعر الشعر عندنا يتأثر جدا بالكلور الموجود في المسابح العامة وبالملح مال البحر فنحرص أننا نخلص من السباحة يعني ألف شعري بشيء بحيث أن ما يتعرض الكلور مباشرة من هالمسابح وبعد ما أخلص لازم أغسل شعري بشكل جيد يعني فيه بس يغسلون بالماء لازم بالصابون وحتى في الصادرات تحصون شيء اسمه Purifying Conditioner أو بلسم منقي للشعر يشل الكيمويات الباقية في شعر من الأملاح من الكلور الموجود هذا مهم جدا لأنه مع الأيام يتراكف بصيرات الشعر ومكيسي وتساقط بالمناسبة أنا شاهد الدكتور مثاقة ومتمكنه وذكية وحتى أرى سرعة كلامي الكثرة وغزارة ما تختزم من معلومات في رأسه حقيقة أخي محمودية مخلصة مثلك تحياتي ثانية أكيد شكرا أجلس بجانبه في هذا البرنامج طيب دكتورة يقول ممكن تتقفونا بخصوص زيت القلي نحن نعيد استخدامه هل هذا صحيح بخصوص الدجاج الطازج الغير مجمد هل نضعه بالفريزة أوه هذا تخصصت سؤال ليش؟ عشان نطبخ دائما يعني في الإسنام قولي زيت القلي ممكن استخدامه مرة واحدة فقط ما نستخدمه عشرة مرات مرة مرة واحدة كيف يعني؟ قليتوا في اليوم استخدمونا مرة ثانية القلية الوحدة في اليوم يعني ما بنا أكثر من شغلة وما يكون زيت الزيتون زيت الزيتون لا تستخدمونا للقلية الغزير يعني أن أترس الجدر أو المغاذب بزيت الزيتون لا ينفع للقلية استخدموا زيت الكانولا أو زيت الذرة ونحاسب أن الزيت لا يبدو يدخن هناك الكثير من الحريم عبالة للزيت لما يطلع منها دخان هذا زين هذا سوفي أكسدة في الزيت ومثل ما قلنا تستخدمينا مرتين فقط وبعد هذا تتخلصين منها وإذا كان القليج خفيف فيه حريم ما شاء الله عليهم الزيت تتخليه كمية بسيطة جدا لا تعيدين استخدامه بس لما نسوي مثلا بطاطا مقلية ونترس نص الجدر زيت عشان يباله قلي عميق مرتين ممكن تستخدمينه واستخدموا الحين اير فراير يا جماعة بوقفوا القلي العميق يقول ثلاث دقائق ولا ثلاث مرات ثلاث قليات؟ ثلاث قليات؟ لا يقول ثلاث دقائق ثلاث دقائق دجاج الطازج الغير مجمد هل يفرز؟ لا ممنوع لأن الدجاج المثلج معالج بطريقة تسمح يثلج الدجاج الطازج مو بمعالج بطريقة انه ينحط في الفريزة ومحطوط عاي تاريخ انتهاء دجاج الطازج بالعادة اعتقد يوم او يومين ممنوع تعيدون تفريزة مرة اخرى تلمو عليه البكتيريا لما تذوبون من الثلج تبون ثلجون الدياي خدوا دجاج مثلج جاهز بس لا تثلجوا الدجاج الطازج كيف هذا بعد معالج انه يكون مثلج وهذا ما يكون مثلج؟ الدجاج الطازج مو بمهيئ انه يثلج يعني ناخذ كمية لما نستخدمها بس اخذها ذاك اليوم بس بس ما تثلجونه وفيه ناس يقولك هو مبرد محطوط على الارفوف الجمعية يخذونه يحطونه في ثلاج اربعة ايام فيه تاريخ انتهاء يا جماعة انتبهوا التاريخ انتهاء خصوصا في اللحون يعني في اللحم والدياي لا تتهاونه ان الطافل ما علي طاف يوم ممكن تلمو عليه البكتيريا فلا ما يستوي طيب الحين الزيت انا اللي عارف ان تستخدمه مرة وتعقه ممكن للمرتين ما في مشكلة عشان ما يستوي هدر للزيت يعني بس طبعا فيه زيوتي ديدة الحين نازله زيت الشسمة ما الكوكونت كوكونت ما يقلم فيه محمود لا يسخطن في الطبخ اكثر بس في القلي لا زيت الكنولا او زيت الذرة ويا امهات اذا شفت اللون زيت تغير صار غامج خلاص يرمى من اول حتى ومن اول قلية يعني معناه في معدل احتراق عالي للزيت زي عموما نحن بتكون عندنا فقارة ان شاء الله ثابتة للتغذية في رمضان ان شاء الله كل يوم ستضيف حد من خصائية تغذية بيعطونا نصايح كاملة عن الغذاء وكيف الواحد ممكن انه يوصل برمضان من زين الى نمط التغذية السليمة ان شاء الله شكرا لك الدكتورة نادا شكرا جزيلا شكرا لك يا ميرا الاغفلي وكل الشكر لك يا واء القواسمة وهادي تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم ان شاء الله في الغد باتر ان شاء الله رمضان وقت برنامج ما يتغير في رمضان بيتم نفسها من عشر الهدع ان شاء الله يالله ان شاء الله يا رب يعني ما نشوفك باتر وائل نبغي نبغي نكمل صيامنا على خير هاي لازم نضطرش رسالة لنقول يعني هذا الريال يبولنا اياه عقب الفطور قبل الفطور ما نبغي نشوفه انتي عقب الفطور ميرا تقول لا خلوه قبل الفطور امنوا بيكون اياه نعي الفرمضان ممنتي يالله عموما نراكم ان شاء الله في الغد كل عام وانتوا بخير مقدما سواء كان باتر رمضان ولا لا وهذه تحياتي محددكم محمود يوسف العلي وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي